مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 133 إذن سنشتغل على النص الوظيفي طفل غير العالم ولاحظوا أتوقع تقدم الصور الثلاث بيل جيدز مبتكر المايكروسوفت الذي يعتبر بئة أو وسط لاشتغال مختلف البرامج داخل الحسوب كيف يبدو لك إذن في الصور الثلاث كما قلنا فهي لبيل جيدز مبتكر المايكروسوفت فهو يعتبر بئة أو وسط لاشتغال مختلف البرامج داخل الحسوب يبدو بيل في الصور الثلاث مبتسما وضحكا ومتفائلا فهو مبتسما ومتفائلا ثم ننتقل بعد ذلك بعد قراءتكم للنص سننتقل إلى الصفحة 134 أفهم وأحلل أولا ما الخدمات التي يقدمها لنا المايكروسوفت فالخدمات التي يقدمها لنا المايكروسوفت هي تعدد اللغات المنتشرة في جميع أنحاء العالم فالمايكروسوفت كما قلنا يعتبر بيئة أو وسط لاشتغال مختلف البرامج داخل الحاسوب إذن فهو يقدم لنا بيئة أو وسط لاشتغال مختلف برامج الحاسوب ثم السؤال الثاني من فرق بين بيل جيدس الطفل والشاب الكبير في السن من خلال الصور الثلاث إذن من خلال الصور الثلاث فبيل جيدس الطفل كان ضاحكا فأطلق عليه أصدقائه بيل الذكاء المتحرك ثم بيل جيدس الشاب كان مبتسمان وحلمه كبير في أن يصبح الحاسوب ذو الحجم الضخم إلى حجم صغير متحرك يتنقل من مكان إلى مكان ويتحدث إليه ويحفظ أسراره كما جاء في النص أما بيل جيدس الكبير في السن فقدم للناس برنامج أعظم معلم في تاريخ البشر اللي هو الميكروسوفت حيث ثم الإعلان عن أهم ثورة في العصر الحديث الثورة العلمية أو الثورة الرقمية ثورة المعلوميات كان لها تأثير قوي في كل المجالات منها العسكرية والاقتصادية والعلمية ثالثا دائما في الصورة الثالثة بيل جيدس يقرأ كتابا رغم أنه مختارع هذه البرامج والتطبيقات التي نشتغل بها صباح مساء ماذا تفهم ماذا تفهم أو ماذا تفهمين من ذلك في الصورة الثالثة فنجد بأن بيل جيدس يقرأ كتابا رغم أنه اخترع الميكروسوفت رغم أنه مخترع هذه البرامج والتطبيقات التي نشتغل بها صباح مساء فهذا يدل على بحثه المستمر في تهيئ اختراعات وابتكار آخر إذن يدل على أنه كان دائما يقرأ فبالقراءة وبالعلم استطاع أن يخترع الميكروسوفت إذن في الصورة الثالثة بالقدس يقرأوا كتاب رغم أنه مخترع هذه البرامج والطبيقات التي نشتغل بها صباحا مساء هذا إن دل على شيء فإنما يدل على بحثي المستمر في تهيئ اختراعات وابتكار آخر ثم رابعا أكمل العنوان بما يناسب قد نكمل العنوان طفل غير العالم بماذا بابتكاره طفل غير العالم بابتكاره ليس بعائلتي ولا بمالي ولا بقوته وإنما بقوة علمه وبقوة تفكيره بابتكاره طفل غير العالم بابتكاره ثم خامثا بدت رحلة بيل جيدز المبتكر الذي غير العالم بالتفكير وهو صغير سل فلماذا نحتاج إلى التفكير فبدأت رحلة بيل جيدز بالتفكير فلماذا نحتاج إلى التفكير نحتاج إلى التفكير من أجل الوصول إلى المعرفة الدقيقة وتحقيق الهدف إذن بالتفكير وبالعلم والتجارب نحقق الأهداف إلى المعرفة نصل إلى المعرفة الدقيقة وتحقيق الهدف ثم سادسا نصح الطبيب الطفل بيل بقراءة الكتب ما فائدة ذلك؟ فائدة قراءة الكتب التي نصح بها الطبيب بيل بهدف إشباع رغبته في التفكير إذن بهدف إشباع رغبته في التفكير ثم السؤال السابع على ما يدل حب بيل جيدز للأزرار والأجهزة الإلكترونية فيدل حب بيل جيدز للأزرار والأجهزة الإلكترونية على قوة تفكيره وذكائه ثم ثامنا ثم ثم كما قلنا فكر بيل جيدز في حجم الحاسوب وأراده أن يكون جهازا صغيرا محمولا ما الفائدة من ذلك؟ فأراد بيل جيدز أن يكون الحاسوب جهازا صغيرا كما جاء في النص صغيرا محمولا الفائدة من ذلك ليسهل أخذه والتنقل به في كل مكان إذن ليسهل أخذه والتنقل به في كل مكان تاسعا أشرح ما أفهمه من العبارات الآتية يفكر الأطفال وهم يلعبون يفكرون ثم يلعبون يلعبون ثم يفكرون يجعلون التفكير لعبا إذن يفكر الأطفال وهم يلعبون يجعلون التفكير لعبا هو المعنى يلهد الجملة القوي هو الذي يمتلك كل معلومات لأنه يقرأ كثيرا لأنه يسيطر على كل شيء لأنه يتبادل المعلومات لأنه يقرأ كثيرا القوي بمعنى الذي يقرأ كثيرا لأنه يقرأ كثيرا ثم سنكتب يجعلون التفكير لعبان يفكروا الأطفال وهم يلعبون القوي والذي يمتلكوا المعلومات لأنه يقرأ كثيرا ثم عاشرا عاشرا أجد في النص العلاقة بين العناصر الآتية التي جعلت من بيل جيدس مبتكرة للحاسوب المتنقل التفكير زائد القراءة زائد اللعب إذن اللعب الجاد والعلاقة بينه وبين التفكير والقراءة هي علاقة ترابط وتكامل وهذه العلاقة المتكاملة تعطينا الابتكار إذن تفكير زائد القراءة إضافة إلى اللعب فتعطينا الابتكار تفكير ثم القراءة واللعب الجاد يعني اللعب الجاد ليس الثرثرة وتبادل ربما السب والشتم إلى غير ذلك وإنما اللعب الجاد اللعب الجاد الذي يجعل من التفكير لعبا اللعب الجاد والعلاقة بينه وبين التفكير والقراءة هي علاقة ترابط وتكامل وهذه العلاقة المتكاملة تعطينا الابتكار إذن تفكير والقراءة زائد اللعب الجاد تعطينا الابتكار ثم سؤال رقم 11 وصف بيل جيتس بأنه طفل يمتلك ذكاء متحرك بماذا بماذا تتميزان أنت وأنت مانع الذكاء الذي تراه وترينه معبرا عن قدراتك مما يأتي راحضوا هذه بعض أنواع الذكاء الحركة والرياضة المجال والفضاء الحساب والهندسة تفكير والقراءة تواصل مع الناس اكتشاف الطبيعة الفنون السمعية إذن نوع الذكاء الذي يتميز به فكل واحد سيختار الذكاء الذي يتميز به فمثلا التواصل مع الناس ربما اكتشاف طبيعة ربما الفنون سمعها إذن كل واحد سيختار الذكاء الذي يتميز به نوع الذكاء الذي يتميز به والذي أراه معبرا عن قدراتي هو التواصل مع الناس والتواصل مع الناس ثم السؤال 12 بعد اختيارك للمهارة التي تتميز أو تتميزين بها المهة التي تناسب مهارتك كيف يمكن الوصول من خلالها إلى الابتكار والتفوق المهة التي تناسب مهارتي هي التخصصات الاجتماعية تخصصات الاجتماعية لمساعدة الناس في تشخيص حالتهم والاستماع لهم لحل النزاعات التي تعم بينهم أو التي تكون بينهم المهة التي تناسب مهارتي تخصصت الاجتماعية أي حاجة عند علاقة بالناس تخصصت الاجتماعية وذلك لمساعدتهم في تخصي حالتهم والاستماع لهم لحل النزاعات والمشاكل التي تكون بينهم ثم السؤال 13 أناقش فكرة بيل جيدز وقت اللعب أغلى من وقت الثرثرة إذن وقت اللعب أغلى من وقت الثرثرة هذه كانت فكرة بيل جيدز وكان قصده على أن الثرثرة عبء نفسي الثرثرة يعني الكلام الفارغ عبء نفسي يزعج الآخرين ويسبب المشكلات أما وقت اللعب قد يكون إيجابيا لأننا نفكر في لعبة مفيدة التي تعطينا نتيجة ناجحة وتكون يعني هذا اللعب ويكون فيه المنافسة وتكون فيه المنافسة إذن قلنا الثرثرة عبء نفسي يزعج الآخرين ويسبب المشكلات أما وقت اللعب قد يكون إيجابيا لأننا نفكر في لعبة مفيدة التي تعطينا نتيجة ناجحة وتكون فيه المنافسة يعني هذا الوقت يعني وقت اللعب ثم السؤال 14 أبين معنى كلمة رأى في سياق كل جملة رأى رأى الهلال في السماء رأى أن الوقت ثمين أرأيت نتيجة الاجتهاد إذن رأى الهلال في السماء أي أبصر الهلال لاحظ الهلال في السماء أرى أن الوقت ثمين أرى إذن بدأ أن أو لا يبدو أن الوقت ثمين فالوقت أرى أنه ثمين أجد بأن الوقت ثمين أجد أو إذن أجد أو يبدو يكتبوني أجد أن الوقت ثمين أرأت نتيجة الاجتهاد ألاحظت ألاحظت نتيجة الاجتهاد بإجتهادك حصلت على نقطة متميزة فبتلي ألاحظت نتيجة الاجتهاد ثم السؤال خمسة عشر أنسج على غرة قال مرة وهو ينظر إلى ذلك الجهاز الغريب قال مرة أخذ لمجته وهو ينظر إلى ذلك الجهاز الغريب أخذ لمجته وهو ذاهب إلى المدرسة أخذ لمجته أي أكله وهو ذاهب إلى المدرسة إنه لا يفكر بل يريد اللعب إنه لا ينجز التمارين بل يريد أن يرسم إنه لا وبل إنه لا ينجز التمارين بل يريد أن يرسم ثم ما سر نجاحك ما المطلوب منا ما المطلوب منا ثم أبحث عن سيرة شخصية لعبت دورا في تغيير العالم أستعين بواحد من أصحاب الصور الآتية فقد نأخذ مثلا قد نأخذ السلطان المولى إسماعيل إذن السلطان المولى إسماعيل حقق مجموعة من الإنجازات فقد ضاعف الجهود في فترة حكمه على تقوية السلطة المركزية في المغرب واستعادة الثروات الداخلية بتحرير المواقع المحتلة والدفاع عن البلاد الزاء الأطماع الخارجية عزز قبائل الكيش يعني قبائل مراكوش كما شيد 76 قصبة لتأمين التجارة واختار مكناس عاصمة له لنشيد 76 قصبة وعزز القبائل ومنهم قبائل الكيش واختار مكناس عاصمة له وبهذا ننهي تباري صفحة 136 نتقي في الصفحة 137 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى حسنا بالمستوى الخامس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق البصر أو بالرجوع إلى البلايليست إلى اللقاء